لجل الزخط عشان ما تديش لوحدك في اليادي اول مرة لفرح يا ما بتلم اشتري ايه يا شخصي الجواز باطلع المستقبل مات يوم ما ماتت هنادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه يا ولاد وحشتوني 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 بقى ان كتير ما عملناش قصص النهاردة بقى عندنا ممثل مهم جدا من الزمل الجميل وهو محمد زاكي محرم محمود رستم او زاكي رستم اتولد في خمسة مارس سنة الف تسعمية وتلاتة وتوفى في خمسة واشر فبراير سنة الف تسعمية اتنين وسبعين ممثل مصري بينتمي لمدرسة الاندماج ويعتبر من اهم ممثلي السينما المصرية واختروه في مجلة باري باتش كواحد من افضل عشر ممثلين في العالم لورا سيد فني حوالي متين واربعين فيلم متعرفش منها الا خمسة وخمسين فيلم بس اتولد في اصري جده اللواء محمود رستم باشا في حي الحلمية واللي كانت بتقطنه الطبقة الارستقراطية في اوائل القرن الماضي كان والده محرم بيك رستم عضوا بارزا في الحزب الوطني وصديقا شخصيا للزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد سنة الف تسعمية وعشرين حصل على شهادة البكالوريا ورفض استكمال تعليمه الجامعي كانت امنية والده ان هو يلحقه بكلية الحقوق لكن للاسف هو اختار هوية التمثيل سنة الف تسعمية وعشرين فاز بلقب بطل مصر التاني في حمل الاسقال الوزن التقيل لان رياضة حمل الاسقال كانت هويته المفضلة ابد الفنان عبد الوارس عصر واللي ضمه لاحدى فرق الهواء المسرحية وكانت دي نقطة تحول في حياته بعد ما توفى والده تمرد على تقاليد الاسرة العريقة معلل الانضمامه لفرقة جورجا ابيض فترديته امه من السرايا ليه بقى لانه اصبح مثل سيق لاخواته وده بعد ما خيرته بين الفن والتحاق بكلية الحقوق فطبعا اختار الفن واختار المسرح وللاسف لاسبب ده وصيبت امه بالشلل لحد ما توفى بعد كده انضم الفرقة عزيز عيد وبعد كده سابها بعد الشهور علشان ينضم الفرقة الاتحاد الممثلين ودي كانت اول فرقة تصرف لها الحكومة اعانة ثابتة لكن ما استمرش فيها طويلا وسبعة برضو بعد كده انضم للفرقة القومية وكان رئيسها الفنان خليل موترام وفضل فيها عشر سنين كاملة اختاروا المخرج محمد كريم علشان يشارك في بطولة فيلم زينب السامت وده كان تأليف الدكتور حسين هيكل وانتاج يوسف واهبي وده كان امام الفنانة باهيجة حافظ وزي ما قلنا بلغ رصيده الفني 242 فيلم وما تشاهرش منهم قال لها 55 فيلم بس زي العزيمة سنة 1939 زليخة تحب عشور سنة 1939 الى الابد سنة 1941 الشرير سنة 1942 عدو المرأة سنة 1946 ختم سليمان معلش يزهر وياسمين اللي كانوا سنة 1947 بقعة الخبز سنة 1953 الفتوة سنة 1957 امرأة على الطريق سنة 1958 واخر افلامه كان اجازة صيف سنة 1967 كتب عنه جورج سادول المؤرخ والناقد السينماهي الفرنسي انه فنان قدير ونسخة مصرية من ارسن والز بملامحه المعبرة ونظراته المؤسرة واخترطه مجلة باري ماتش الفرنسية بوصفه واحد من افضل عشر ممثلين عالميين واطلق عليه رائد مدرسة الاندماج فكان نموذج رائع للنجم السينماي المنفرد في مواهبه واللي بيقدر يتقمس اي شخصية مهما تعددت حالتها النفسية ومواقفها المتقلبة والمتلونة فكان اول ما يخلص اداء الموقف من المواقف قدام الكاميرا الا ان تتصاعد مجمين التصفيق من كل الحاضرين في البلاتو وكمان منهم اللي شاركوه في تمثيل الموقف ذات نفسه لانه كان بجد مبدع جدا فاتن حمامة كانت بتخاف من اندماجه جدا وقالت عليه ان لما بيستولي على الاندماج بيندمج لدرجة انه لما بيزقني كنت لقي نفسي طايرة في الهواء لما عارضت عليه شركة كولومبيا بطولة فيلم عالمي زاكي رستوم رفض ولما سألوه عن سبب الرفض قال بغضب مش معقول اشتغل في فيلم بيعادي العرب كان الفن عنده هو البلاتو ولاحظت خروجه منه بتنقطع اسطلة بينهم تماما وعلشان كده ما كانش عنده اصدقاء صديقه الوحيد كان سليمان بناجيب وكان طبعا معروف انه هو ابن الباشا كان بيحترم وبيحب الفنان عبد الوارث عصر وعاش طول حياته اعزب وما فكرش في الجواز ابدا وما كانش بيشغله الا الفن وفي سنوات فنه الاخيرة عانى من ضعف كبير في السمع وكان بيقرأ السماعات واي اختراعات الكترونية حديثة وكان سكن لوحده في عمارة يعقبيان في شارع 26 يوليو وما كانش بيقنس وحدته الا خادم عجوز اضف خدمته اكتر من 30 سنة وكلب الولف اللي كان بيصاحبه دايما في جوالاته السباحية سنة 1962 حصل على وسام الفنون والعلوم والادب من الرئيس جمال عبد الناصر وسنة 1968 اتوقف خالص الفنان زاكي رستم عن التمثيل وابتعد عن السينما نهائي واعتزل الناس بعد ما فقد حاست السمع تدريجيا وده كان حاجة مضيئة جدا وكان بيقضي معظم وقته في القراءة من اعمال وبقى اجازة سيف الحرام فقيع ازراء يوم بلا غد اين عمري رسيف نمرة خمسة حب ودموع ياسمين ختم سليمان عز الحبايب انا وبناتي الخرصاء ملك وشيطان لحن السعادة نهر الحب الهاربة موعد مع ابليس سراع في الوادي باقعة الخبز قلبي على ولدي بنت الاكابر عائشة حكم ارقوش الاب الهانم غروب دحايا المدينة عواصف النائب العام عضو المرأة هدمت بيتي السوق السودة استبر طيب امرأة في الطريق لن ابكي ابدا الفطوة اغراء مصمرجحة النمر اولادي انا والماضي معلش يا زهر قصة غرام الحياة كفاح معلومة كده زاكي رستوم هو عم المزيعة ليلى رستوم وكمان خالي الممثلة مجد الخطيب اصيبه بازمة قلبية حدا وتنقل على اسرها الى مستشفى دار الشفا وفي ساعة متأخرة في ليلة 15 فبراير سنة 1972 اتنين وسبعين صعد تروحه الى السماء اللي بارئها ما شعرش بيه اي حد وللأسف مامشاش في جناسته اي حد رحم الله الفنان وتجاوز عن سيئاته واسكنوا فسيح جناته لو اعجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد افتكروني بدعواتكو بحبوكو اوي 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 باي باي